اظهر اخوة سيدنا يوسف عليه السلام علامات النفاق عندما وضع سيدنا يوسف السقاية داخل بضعتهم القى اخوته باللوم فورا على اخيهما لصغر وقالوا لقد اعتاد على السرقة على اي حال وأخوه كان مثله تمعا لقد اتهموا سيدنا يوسف عليه السلام بالسرقة الملافقون ليسوا لصوصا فقط لكن تميل نفوسهم ايضا لالقاء الافتراءات والخيانة والمؤامرات فمثلا نرى هنا مثالا نموذجيا على سلوك المنافقين المنافقون في غاية الدناء ولا يوجد لديهم ادنى قدر من المبادئ او شرف وارواحهم بليدة مثل الحيوانات التي قد تفعل اي شيء لاشباع رغباتها البدائية ارواحهم مثل ارواح الخنزير لقد قلت انهم فوق كل شيء يغارون يغارون من اخيهم يوسف عليه السلام انهم حاسدون جدا حاسدون لاقصى حد يشعر المنافقون بالاهانة لو شمل شخص غيرهم بالحب يريدون كل الاهتمام منصبا عليهم لهذا يبدون مشتاقين للحب لكن هذا ليس حبا انه كبرياء وغرور غرضهم هو الشعور بالسمو يحقدون على الحب الذي ثلقاه سيدنا يوسف عليه السلام ويحاولون قتله انظر الى اي مدى تنحرف وتتلوث قيم المنافقين الاخلاقية لا يطيق المنافقون ان يشمل احد غيرهم بالحب يريدون كل الاهتمام منصبا عليهم يريدون من الجميع ان يحبونهم ولا يحبون غيرهم والغاية من وراء تلك الرغبة في الحب هي الشعور بالتفوق اعني هم لا يهتمون بالحب بمعناه الحقيقي ويبنون حياتهم كلها حول التفوق والسمعة انهم قادرون على حياكة كل انواع المؤامرات والخطاط في سبيل ذلك على سبيل المثال انظر الى انواع الخطاط واشكال الخيانة التي وظفوها لقتل سيدنا يوسف عليه السلام فمثلا فكروا في تركه في قاع بئر او طرق اخرى ليلحاق الاذبه تلك المرأة كانت مثلهم كذلك لانها تملك روح النفاق ومن المفترض انها تحبه في حين انها تتحول العناد وتصبح انانية وبسبب انحرافها وانانيتها تقول كيف تعصي اوامري ولم تكن رغبتها في ارساله الى السجن مدفوعة بالحب لسيدنا يوسف عليه السلام هل يسجن المحب حبيبة لقد مكث في السجن السبع سنوات هي لا تعرف هذا ولا تكترث حتى سبع سنوات هل هذا شيء يقدم عليه شخص يحب يكين المنافقون كرها وضغينة هائلين يستغلون الحب من اجل التفاخر والشعور بالعظم والتفوق كما يقول الله تعالى ها انتم اولئي تحبونهم ولا يحبونكم لا يدرك المؤمنون ذلك بسبب نواياهم الحسنة يظهرون التعاطف والحب نحوهم لكن يقول الله ان تلك المخلوقات الخائنة لا تحب لا يعرفون الحب ولهذا السبب يبدأ المنافقون في الانحراف والتصرف بشراسة عندما لا يحبهم احد ولا يعيرهم ادنى اهتمام مثل ما يحدث عندما تتوقف عن منح طعام لحيوان فيصبح شرسا وعدوانيا وعنيفا لو توقفت عن منح الاهتمام والحب للمنافقين يصبحون عنفين وعدوانيين مثل الحيوانات تتزايد الوقاحة والعدوانية بشكل كبير وتصبح سلوكياتهم وتعبيراتهم عدوانية لان هذا شيء يتحدى غرور المنافقين وانانيتهم لانهم لا يريدون من الناس ان يحبونهم حتى يتباهوا امام الاخرين وتم ذكر هذا الموضوع بالتفصيل في سورة يوسف لقد قلت يمكن للمنافقين استخدام عينهم ايضا وقلت يمكن ان يبكوا متى ارادوا نفس الامر ينطبق على اخوة سيدنا يوسف عليه السلام نعم انهم يظهرون القيم الاخلاقية التقليدية للمنافقين فيمكنهم مثلا البكاء عند الرغبة في ذلك متى ارادوا ذلك ويمكنهم الكذب وتخرج كلماتهم كما لو كانوا صادقين ومتسقين مع انفسهم وتجد خداع المنافقين وكذيبهم مذكور بالتفصيل في سورة يوسف المنافقون مخادعون الى درجة لا تصدق يمكنهم الكذب بسرعة اذا ما وضعوا في موقف حرج ويتنقلون من موضوع لاخر ويمكنهم بدء الكذب فورا وهم اناس في غاية الشر يمكن ملاحظة ذلك فقط من خلال يقضت وعمق وصاية وبصيرة الانبياء ولان الناس لا يلاحظون ذلك يقول الله تعالى ها انتم اولئي تحبونهم وبدون ان تدركوا لا يحبونكم لان كل ما يفكر فيه المنافقون هو الغرور والانانية والتفوق هذا هو هدفهم لوحد انت قلت يزيفون الادلة مشيرا لآية من القرآن عن وضع دم مزيف على القميص بالفعل لقد جهزوا قميصا به دم واخبروا الجميع ان حيوانا قتل سيدنا يوسف عليه السلام وهذا يظهر لنا الى اي مدى يمكن ان يصبح المنافقون مرعبين والمدى الذي وصل اليه انحرافهم يظهر لنا القرآن مدى ضعفهم امام القتل ومدى قدرتهم على ارتكاب كل خيانة ومدى انعدام الاخلاق الذي يمكنهم بلوغه لكن انظر انهم يساعدون سيدنا يوسف عليه السلام بدون قصد لكي يصبح نبيا وسلطانا على مصر الا ترى بدون المنافقين لما تمكن من ان يصبح سلطان مصر ففيما هو مقدر لسيدنا يوسف عليه السلام جعل الله المنافقين سببا لنجاحه منحه الله ثروة هائلة وجمالا وشبابا وملكا وسلطة ونجاحا وذكاءا وحكمة وكل انواع الجمال وبالطبع الجنة في نهاية المطاف يظن الناس في المعتاد ان المنافقين يجب ان يكونوا مؤذيين لكنهم مفيدين للمؤمنين الى حد لا يصدق المنافقون بالنسبة للمؤمنين قوة هائلة تدفعهم للإيمان لكن في النهاية يدمر المنافقون انفسهم هذه قضية اخرى مثل الشيطان دمر نفسه دمر الشيطان نفسه لكنه يساعد المؤمنين عن قصد في الذهاب الى الجنة وكما تعرف يساهم الشيطان في تمكن المؤمنين من الصعود في درجات الجنة فالشيطان عنصر مهم في حساب الاخرة الشيطان والنفس فمثلا النفس مخلوق خلق عدوا لله وكذلك شيطان لكنهما يساهمان معا في دخول المؤمنين الجنة وينطبق نفس الامر على المنافقين في النهاية يصبحون السبب وراء دخول المسلمين الجنة ويجب ان نحتفظ بتلك الحقيقة في ذاكرتنا عندما نفكر في المنافقين لكن بدلا من اعتبار المنافقين اندادا يجب بالطبع تذكر اننا يمكن ان نكون منافقين ايضا يجب علينا التحلي بالانضباط الذاتي عن طريق اخذ ايات القرآن بصفة شخصية والخوف من الله لا يهتم المنافقون بتلك الايات على اي حال يسعون في المعتاد وراء صناعة خداع وخطط جديدة الجانب اللصوصي من شخصية المنافقين مشروح بوضوح في القرآن نزعتهم لللصوصية ونزعتهم للتآمر وحقيقة انهم يحيكون الخطط للسرقة مشروحة ايضا بالتفصيل في التوراة وكذلك في الاحاديث يضعون اولا العمل التمهيدي قبل سرقة اي شيء ويحدثون المشاكل اينما ذهبوا فمثلا لا يسرقون فقط من المسلمين لكن من الكافرين ايضا على سبيل المثال يذهبون الى متجر ويسرقون ويذهبون الى محل العمل ويسرقون شيئا من هناك ايضا انهم في تكوينهم يتوقعون ان يتم منحهم كل شيء ولا يريدون اكتساب اي شيء من خلال العمل الشاق يريدون كسب معيشتهم من خلال السرقة والاحتيال فهم كائنات تستخدم وتنفق بضايع المسلمين عن طريق سرقتها السبب وراء انهم لصوص وانهم يأخذون البضائع بدون اكتسابها لان بضاعة المؤمنين في المعتاد للمؤمنين لكن لانه كائن بين الكافرين ولانه شرير لا يرغب المؤمنون في مساعدة او اطعام الشيطان لهذا يعتبر كل شيء يأكلونه او يشربونه مسروقا وفي الاخرة سيندمون على كل قطعة ممتلكات سرقوها لانهم رغم عدم كونهم مسلمين يتظاهرون بذلك ويعيشون بين المسلمين لهذا هم يخدعون المسلمين وكل اصل ينتمي للمسلمين يستغلونه يعتبر مسروقا وسيسألون في الاخرة عن كل هذا كلصوص فمثلا في هذا المثال كانت المرأة مولعة للغاية بغرورها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه تشعر بالاهانة بسبب توجيه اللوم لها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره تمعا عندها نوبة من الانانية والفساد ليسجنن وليكون من الصاغرين تقول سأحط من قدره تظن ان بامكانها اذلاله والتقليل من شأنه حتى يرضخ لتفوقها لانها انانية لكنه لن يذل على العكس ستزداد جدارته بالاحترام انها هي من ستذل وستهان وارسال سيدنا يوسف عليه السلام الى السجن جعله اكثر احتراما جعله جديرا بالاحترام تماما اصبح جليلا في نظر الله لكن المرأة اهينت وتدنى مقامها انها تدعي حبها له لكن هذا ليس بحب هذا طموح للتفوق على النساء الاخريات لانها نادت على النساء الاخريات انها انانية حتى وهي حولهم ونميمتهم تثير حفظتها وتريد ايضا اذلال النساء الاخريات حتى تعظم من نفسها اعطت النسوى السكاكين كما تعرفون وبالفعل فتنوا للغاية بسيدنا يوسف عليه السلام وقطعنا ايديهن لانهم اغروا وسحروا به انه انسان وسيم شعروا بالانجذاب نحوه وذهلوا يمكن حدوث هذا الامر مع الاثارة الشديدة يفقدون سيطرة على ايديهم بسبب الاثارة القصوى وتقول انظروا يمكنكم رؤيته ففوتنوا به لماذا تدينونني انا الان متفوق عليكن وانتن اقل شأنا مني فالتفوق هو كل ما يشغل تفكيرها ولا تهتم بالحب والسبب وراء رغبتها في ارسال سيدنا يوسف عليه السلام الى السجن هو طموحها نحو التفوق واخوات سيدنا يوسف عليه السلام لا يهتمون ايضا بالحب يهتمون فقط بالتفوق والمنافسة كيف يحبه اكثر منا لانهم لا يعتقدون ان رفعت شأنهم في وجوده غير ممكنة حتى انهم حاولوا قتله لهذا السبب كل انعدام اخلاق وخيانة ولؤم ووقاحة وادعاء بكاء وتحريض وكل خدعة يلعبها المنافقون من اجل الحب هي في الواقع مخطط واحد كبير كل هذا مخطط لتحقيق شعور بالتفوق فهي لا تنبع من الحب لان الله يقول في ايه فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يقول الله ان اعينهم تدور في محاجرها ويقفون ثابتين وتراهم ينظرون اليك بنظرة خاوية وتعبير مليء بالرعب هذا يعني اننا سنرى تلك التعابير كما عبر عنها القرآن فمثلا يذكر الله الرمان ويمكننا جميعا رؤية الرمان ويذكر الموز ويمكننا كلنا رؤية الموز ويقول الله الشمس ونرى الشمس ويخبرنا عن المنافقين وسنرى المنافقين ايضا لهذا السبب لن يسأل المؤمنون ابدا لماذا يوجد منافقون وكفار حولهم انهم يعتبرونهم نعمة لن يسأل المؤمنون ابدا لماذا يوجد منافقون وكفار حولهم انهم يعتبرونهم نعمة لان وجودهم يساعد المؤمنين في زيادة ايمانهم وقوتهم ويساعدهم على رفع شأنهم يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في احد احاديثه ان الاية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وسيكشفون للامام المهدي عليه السلام بالفعل الرسول قال حديثنا بهذا المعنى ان شاء الله